السلام عليكم و اهلا بكم في قناة المهندسين الوطني الناس كتيرا من سادة متابعي القناة طبعا بيكتبوننا على طول في التعليقات عايزين الحياة الساكنة ارئيد ونظر لان الحياة الساكنة ارئيد يعتبر ابعد حاجة في العاصمة الادارية الجديدة والطرق بتاعتك بش مهدف فمعظم الناس ما بترداش تيجي تصور هنا فاحنا قلنا نيجي بحيث ان احنا نصور ونتابع الناس اللي معانا سفرة برة او اللي شارين هنا من داخل مصر مش عارفين يجوا ويوصلوا للمكان فاحنا نصور ونتابع معاهم كل جديد والاحداث ونشوف الدنيا وسط التطورات المكان وسط لحد فين طبعا حاجة ساكن ار ايت هو مساحته 2500 فداني واعتبر من اكبر الاحياء الساكنية في العاصمة الادارية الجديدة قريب خالص من مطار العاصمة واعتبر شر العاصمة الادارية الجديدة اقرب حاجة للمرحلة التانية للعاصمة الادارية الجديدة منطقة البي الار اتناشر وقريب خالص من الحي الحكومي ومسجد مصر الكبير حدود المكان هو من الجهة الشمالية للحي وفي موجود النهر الاخضر ومسجد مصر الكبير ومن الجنوب منطقة الار اتناشر اللي هتكون المرحلة التانية من العاصمة الادارية الجديدة ومن جهة الشر مطار العاصمة ومن جهة الغرب حي السفرات ده كده اول كنباوند من قبله هو كنباوند رامتان مساحته 20 فدان ويعتبر اول كنباوند في الحي الساكنار ايت من اتجاه الحي الدولوماسي نسبة الانشاءات محترمة واحنا اخر مرة كنا نصنع هنا من كانوش تشطب الوجهات النهاردة احنا نشوف شغل جديد في المكان اللي هو تشطيب الوجهات المتشطبة وفي عمرات خلصان ازا ما حاكم شايفين كده في الصورة طبعا احنا داخلين على المغرب كده فالاضاءة مش افضل حاجة مش عارف الناس ممكن تكتبناها في التعليقات برضو بحيث نشوف المعدة مناسب للتصوير او بعد كده نغير معادة التصوير الكمباوند ازا ما قلت لحالاتكم مساحته عشرين فدان وهو عبارة عن اربعة وعشرين عمارة وحداشر فيلا ده كده كمباوند رامتان علشان الناس بتسأل بعد منه طبعا كمباوند يارو ده كده الشارع الفاصل بين كمباوند يارو وكمباوند رامتان لو دخلنا من هنا كده هنروح عن جياتو وكمباوند سكاي كابتال فيو كده بدأ يظهر في الصورة كمباوند يارو الكمباوند مساحته سبعة وثقاتين فدان وستين في المية منه فيلاد زي ما حلوك شايفين واربعين في المية عمارات برضو نسبة الانجاز فيه كويسة جدا شطابوا الوجهات الخارجية لمنطقة الفلاد زي ما حلوك شايفين كده في الصور هندخل اليمين اللي جاي بعد كمباوند يارو بحيث ان احنا هندخل نتعمق شوية جوة الحي الساكن وزي ما قلت لحضراتكم الحي الساكن هو مساحته 2500 فدان فاستحالة هنقدر نصوره في يوم واحد زي ما حلوك شايفين الاعمال الخاصة بالمرافق اللي بيعمل شغلين دلوقتي في المناهيل او غرف الصرف في الحي الساكني وهنشوف هنحاول ان احنا نصوره وإحنا مشيين كده برضو هندخل جوة الحي بحيث نتعمق جوة ونشوف الدنيا على الطبيعة دي المدرسة الموجودة بعد يارو وقبل اللي هو ظاهر في الصورة قدام حضراتكم ده كده ده كده وبعد منه كزيت برضو هنشوفه وإحنا ماشيين إن شاء الله تعالى هنلف كده وإحنا بنلف في الحقيقة كل ده يارو على اليمين ولو إزا قلت حضراتكم لو دخلنا جوة اللي في وش هنا هناك العمارات المتشطبة اللي هناك دي ده عشان الناس اللي كان بتسأل وده كده كل ديارو زي ما حضركم شايفين احنا كده لفينا ده الجهة الشرقية للكمباون وكان معنا الجهة الشمالية للكمباون قدام حضراتكم ده تابع لشركة بيتر هاوس في مساحة المشروع خمستاشر فدان العمارات اللي قدام حضراتكم دي أرضي وسبعة متكر ده كده بيتر هاوس وبعد منه على طول وبعد منه العمارات المتشطبة دي كده كمباوند أناكاجي والعمارات المتشطبة في الاتجاه ده كده كمباوند اللي في الآخر خالص دي كمباوند جويا تو هناخد شمال من هنا برضو بحيس إن احنا نتعمق أكتر في الحي السكناري ده ده كده سكاي كابتال فيو بعد منه كمباوند فلوريا الشغل مظهما شغل في كمباوند فلوريا على الجهة الجنوبية للكمباوند المنطقة الفاضية على قدينا الشمال اللي في الصورة دي اللي هناك دي مدرسة ودي منطقة خدمات موجودة هنا في الوسط الحي أو في شمال الحي ده كده كمباوند كمباوند آآ أناكاجي اللي في الصورة ده تابع شركة عقار مصر مساحته عشرين فدان والفي الصورة على قدينا الشمال ده كومبوند لافير برضو هنلف من وراء الكمبوندات دي وهنتصور من الاتجاه التاني عشان نشوف الانشاءات من جميع الاتجاهات برضو نشوف الدنيا على الطبيعة الناس اللي وصلت معنا لحد هنا ما تنساش تعملنا لايك للفيديو ولو انت اول مرة تابعنا ما تنساش تشترك في قناتنا قناة المهندسيين الوطنيين ده كومبوند الناقاجي زي مراتنا حقاكم مساحة الكمبوند عشرين فدان ودي منطقة خدمات وبعد منها على طول منطقة العمرات في كومبوند لافيردي من شركة لافيردي للتطوير العقاري مساحة لافيردي طبعا خمسة وتلاتين فدان يعتبر فيه اتنين وعشرين فيلا وتسعتاشر عمارة وفيه نسبة انشاءات محترمة خالص في الكمبوند طبعا احنا كل المرة بنصور من اتجاه الوجهة الشمالية احنا دلوقتي حاليا بنصور من الوجهة الجنوبية كل ده كومبوند اناقاجي زي محق شافين بعد منه على طول كومبوند مرايا وعلى قدينا الشمال المستمرين برضو في كومبوند لافيردي طبعا السكن هنا في المكان يعني الار ايت مختلفة عن الار سيفن ان هي ممكن بعد منها بتالس سنين يعني لو احنا قلنا الار سيفن ممكن تسكن خلال سنتين فاحنا بنتكلم هنا متوقع مثلا مش اقل من خمس سنين عشان الناس تقدر تسكن يعني عشان الناس تقدر تسكن الوضع هنا في الار ايت عام زي الار سيفن من مثلا من ثلاث سنين كده بالزبط فيه طبعا فيه انشاءات فيه كومبوندات خلاصة انشاءات وعندها شغلة كويس جدا وفيه كومبوندات لسه الارض بتاعتها فاضية متعملش فيها حاجة وفيه كومبوندات شغالة والدنيا ماشية معها يعني بتتابعوا كده هتلاقي الدنيا بالفترة اللي جاية بتزيد كده كل ده كومبوند لافيردي وصلنا هنا منطقة الفيلات فحق شايفين في الصورة واذا ما حق شايفين ده كده الكنتين بتاع العمال الناس اللي شغالة في الارض هنا فيه ناس كتير جدا بتبيت هنا في العمرات دي ويبتطروا انهم ما ينزلوا يأكلوا واشربوا من الكنتين اللي قدامكم دي احنا برضو بنقل الصورة على الطبيعة يعني كل ده كومبوند لافيردي مستمرين في تصويره وبدأ هنا كومبوند مرايا تابع شركة اتج ستون الكنبوند مساحته خمسة وعشرين فدان ارضي وسبعة متكرر احنا هنا بنصور من الوجهة الشمالية للكومبوند ودي الوجهة الجنوبية لكنبوند منطقة الفيلات وحق شايفين المناهيل الخاصة بالصرف يعني شغالين في موضوع المرافق هنا في المكان طبعا الطرق هنا سيئة جدا يعني بالكاد بنعرف نمشي في المكان الكنبوند مرايا طبعا اخر مرة كنا نمصورين وكانت العمرات لسه على الطوب دلوقتي بدأوا ان هما يشطبوا في الوجهات زي ما حاكم شايفين كده في الصورة ده كده يعتبر نهاية كومبوند لافيردي وبداية كومبوند لافيردي كازيت منطقة الفيلات اللي هتظهر في الصورة بدأت تظهر في الصورة دي لسه خرصانات لسه بشطبه وطوب ده الشارع الفاصل من لافيردي و لافيردي كازيت طبعا لافيردي كازيت برغن ستين فدان وهو كومبوند كله فيلات وهو برضو تابع لشركة لافيردي مصر للتطوير العقاري مسجد مصر الكبير ظهر من هنا واضح كويس جدا علشان الناس تعرف ان احنا قريبين من المسجد ومن الحي الحكوم ده كده الوجهة الشرقية لكومبوند مورايا الكمبوند تابع زي ما انتم حدقاتكم لشركة ايجستون ومساحته 25 فدان احنا طبعا اول مرة نصور من الاتجاه ده كل مرة بنتصور من الوجهة الشمالية دي البوابة الرئاسية للكومبوند صباحك شايفين بصراحة مربع 25 فدان ويعطوا المربع كويس جدا يعني بربع من صور الشجر كده مؤقت تقريبا والعمال المهتمين بيبردو شغالين في زي ما حدقكم شايفين في الصورة بعد ان هم يشطبوا في الوجهات الخارجية الكمبوند زي ما حدقكم شايفين طبعا زي ما قلت حضراتكم المساحة للحي 2500 فدان هتلاقي في مناطق فيها تكتلات كومبوندات جنب بعضك شغالين وفي مناطق لسه فضية خالص يعني انا بحاول ان انا يعني الب برغبات حضراتكم والزي ما بتكتبينها في التعليقات بنحاول احنا نصور الكمبوندات البعيدة اللي خالص دي دي كومبوند منوركا التابع لشركة مرديف وكمبوند روزيس وكمبوند سيتلايت هنروح باذن الله تعالى هنروح لحد هناك كده وهنصور على طبيعة الناس تخليها معنا اه ما تنساش تعملوها لايك للفيديو وسبسكرايب لقناتنا لو انت وصلت معنا لحد دي العشرة في الفيديو دي كده البوابة الجنوبية زي ما قلت حضراتكم مساحات فضية بتلاقي مساحات فضية كبيرة خالص وتلاقي في تكتلات كومبوندات جنب بعضها كده طبعا في مساحات خضرة في الحي السكن وفي شوارع كبيرة خالص وضخمة وفي مامشة سياحي يعني في خدمات كبيرة جدا في مناطق خضرة كبيرة يعني عندنا في هنا قريب نخلص منها يكون في حديقة على مساحة اربعين فدان في قلب الحي السكن وهنعد قدامها كده وهنشوف الدنيا على الطبيعة ده كده الواجهة الجنوبية والقصدنا هناك في الاخر خالص دي كومبوندات ومينوركا وزي قلت الحضراتكم دي الواجهة الجنوبية دي كومبوند فلوريا فايف عشان الناس اللي متابعة معنا كده احنا عدينا على موراي ولفيردي وانا كاجي وفلوريا فايف ويارو ورمتان ولفيردي كل دي كومبوندات مرين عليها عشان الناس اللي آآ متابعنا ده كده الواجهة احنا مستلم قصد الواجهة الجنوبية للكومبوند فلوريا فايف زي قلت الحضراتكم ساعة الكمبوند تلاتة وعشرين فدان وهو تابع لشركة فورسيزون جرو بدأ يظهر في وشنا كومبوند انا كاجي من الاتجاه الشارعي ده كده الواجهة الجنوبية للكومبوند فلوريا فايف واللي قصدنا العمرات المتشطبة في الفيديو دي كومبوند انا كاجي الفيديو ممكن ببطول شوية بس الناس تستحملنا معلش ان احنا بنحاول ان احنا نغطي اكتر من كومبوند في الفيديو لان طبعا الفيديو لما بعمله عشر دقائق او خمس دقائق او ست دقائق مبالحقاش هتنتكلم في كلمتين فاحنا بنحاول الفيديو ببطول شوية بحيث ان هو يغطي اكبر كمية من الكمبوندات في الاحياء السكنية بالزاية يعني بتكلم في كمية كبيرة من الكمبوندات وفي نفس الوقت بنمشي في شوارع غير مؤهلة للمشي اساسا فبيبقى فيها عطلة ونضطر الفيديو ببطويل شوية. ده كومباوند اناكاجي. زي بنتم حضرتكم ساعة وعشرين فدان. هو تابع لشركة عكار مصر للتطوير العكاري. احنا كده ماشيين على الواجهة الشرقية للكومباوند. طبعا الواجهة الجنوبية للكومباوند قدام كومباوند زاكيرف. اللي بدأ يظهر في الصورة قدام حضراتكم اللي هناك في الاخر خالص في ظهر كومباوند اناكاجي. نهاية الصورة اناكاجي. هيبدأ يظهر آآ زاكيرف. برضو العمرات البيضة اللي هي اقصى من الصورة دي كومباوند آآ دي جوية في الصورة دي. واللي في وشين على طول كومباوند زاكيرف. طبعا في اراضي فاضية هنا فيه كومباوندات. كومباوند زاكيرف العليل جافطة الكبيرة دي اللوحة الاعلانية الكبيرة دي. مساحته تلاتاشر فدان. نسبة الانشاة فيه محترم خالص. كومباوند عبارة عن آآ خمساشر عمارة. وهو تابع لشركة كورنر ستون. نسبة الانشاة فيه كويسة جدا يعني يعتبروا شغالين كويس. ده كومباوند زاكيرف. كومباوند زا كونتوا حضرتك عبارة عن خمساشر عمارة. والكومباوند اللي هو بوابتين بوابة من الجهة الشرقية اللي احنا مشين فيها مشين فيها وبوابة تانية من الجهة الجنوبية. الخمساشر عمارة دول عبارة عن خمسمية واربعين شقة ودوبليكس. خمسمية واربعين واحدة. كده على قدينة لشمال الارض الفاضية دي كومباوند ايون التابع لشركة برايم. بساحته خمسة وعشرين فدان. كل دي ارض الفاضية دي كومباوند ايون زا ما حق شايفين في اللوحة تابع لشركة برايم. والكومباوند اللي في اقصر الصورة ده كومباوند منورك. هنروح برضو هنصوره دلوقتي بازن الله تعالى. جبه كده ده كومباوند زا كيرف طبعا الشرق اللي احنا مشين فيها ده عرضه تقريبا سبعين متر. وفي وشنا بقى الارض الفاضية اللي هتكون في وش الكومباوند من ناحية التانية. المفروض انه يكون في حديقة مركزية على مساحة اربعين فدان. كده ده كومباوند ايون ويفوش على طول كومباوند آآ منوركة تابع لشركة مردية. فهنروح برضو هناك. وهنصور على الطبيعة. طب احنا اول مرة نصور هنا بالزبط. المكان ده اول مرة نمشي فيه ونصور فيه بصراحة. كل ده آآ كومباوند ايون الارض الفاضية اللي عندينا للشمال مساحتها خمسة وعشرين فدان طبعا الفدان مساحته عشان ناس تبقى اربعة تلاف ومتين متر. الفدان مساحته اربعة تلاف ومتين متر. الفدان طبعا عبارة عن اربعة وعشرين اراط الاراط مساحته مية خمسة وسبعين متر. عشان الناس يعني احنا في مصر محدش في العالم كله بيحسب بالاراط والمتر. والفدان غير هنا في مصر. عشان الناس بعرفة المقييز. الاراط مية خمسة وسبعين متر. والفدان عبارة عن اربعة وعشرين اراط. والفدان مساحته اربعة تلاف ومتين متر. فوش هنا ده من اركة. تابع لشركة مرديف. مساحت المشروع سبعتاشر فدان. وعبارة عن سبعتاشر عمرة. هو على شكل المسلس ونسبة الانشاءات فيه كويسة جدا زي ما حدوكم شايفين كده في الصور. يعني المشروع على زي ما حدوكم شايفين كده اه تلات اضلاعة. عبارة عن مسلس مش مربع. فمعظم العمرات لها يعني كويس. ده كده من اركة. زي ما قلتم حضرتكم مساحته سبعتاشر فدان هو عبارة عن سبعتاشر عمرة. وطبع الاخر حاجة الناحية دي في جنوب الحي السكني طبعا فيه ارض فاضية لسه وراه. لسه هاتتبني. كل ده. من الركة. احنا كده ماشيين على الوجهة الجنوبية للمشروع. يعني الضلع الجنوبي الغربي بالزبط بالتحديد. الضلع الجنوبي الغربي للمشروع. لان المشروع عبارة عن مسلس. فانا ماشي على الضلع الجنوب الغربي تقريبا مسلس متساوي لاضلع. اضلع كلها متساوي. زي بنتم حضرتكم نسبة انشاءات كويسة. وفيه شغل كويس معمول في الكمباون. يعتبر احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. المفروض ان الكمباوند اللي بعد من اركة هو كومباوند لايت سيتي سري. فاحنا بازن الله تعالى. هنبدأ به في الفيديو اللي جاي بازن الله تعالى. وننزل لكم فيديو عن الكمباوندات الروزيس ولايت سيتي سري. وكذا كومباوند تاني بكرة بازن الله تعالى في الفيديو بتاع بكرة. الناس في نهاية الفيديو ما تنساش تعملنا لايك للفيديو. سبسكرايب او اشتراك لقناتنا لو انت اول مرة تتبعينا على اليوتيوب وقناة المهدسين الوطنيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.